بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبات درستنا في الوحدة الأخيرة على المثالين عن حساب مساحة منطقة محصورة بين منحنيين سنحل الآن مثال مختلف قليلا هو حساب مساحة منطقة محصورة بين سلاسة منحنيات فالسؤال أوجد مساحة منطقة محصورة بين المنحني الأول هو 2Y زائد X يساوي 0 والمنحني الثاني هو Y تساوي X تكعيب والمنحني الثالث هو Y تساوي 6 زائد X من هنا من هذه المعادلة نحصل على 2Y يساوي إلى سالب X ومنه ال-Y تساوي سالب نصف X وهي معادلة مستقيم لو أردنا أن نرسم المستقيم نحن نقطين وال-X تساوي 0 عند إذن ال-Y 0 X تساوي مثلا 2Y تساوي 2 في سالب نصف سالب 1 الآن لو جئنا إلى هنا ورسمنا هذه المعلومات النقطة الأولى هي 0 0 سيمر من هذه النقطة والنقطة الثانية هي X 2 و Y تسالب 1 إذن X 2 و Y تسالب 1 X 2 هي 1 2 وال-Y تسالب 1 فلو وصلنا بين هاتين النقطتين لو وصلنا بين هاتين حصلنا على معادلة مستقيم الأول اللي هو عبارة عن Y تساوي سالب نصف X طبعا Y تساوي X تكعيب هي من الأشكال الشهيرة المردوسة في المية واحد هذا هو Y تساوي إلى X تكعيب و Y تساوي 6 زائد X أيضا هو عبارة عن منحني شهير يمسى مستقيم لو أردت أن أرسمه فلو عطينا X تساوي 0 بطلع معي Y تساوي 6 إذن 1 2 3 4 5 6 إذن هذه النقطة الأولى اللي هي 0 X 3 0 Y 6 النقطة الثانية لو عطينا X تساوي الواحد ال-Y ستكون 7 إذن هذه النقطة الثانية اللي هي 1 7 لو وصلنا بين هاتين النقطتين لحصلنا على هذا المستقيم إذن هذا هو المستقيم المنطقة المحصورة بيناتهم هي هذه المنطقة واضح أنها منطقتين منطقة أولى هي A1 ومنطقة الثانية هي A2 لنحسب مساحة المنطقة الأولى إلى واحد ولنحسب مساحة المنطقة الثانية ثم نجمع المساحتين الآن المنطقة الأولى هي هذه من الواضح أنه من الرسم A لو كان رسمي دقيق لعرفت أن هذه هي A أما ال-B فهي واضح أنها تساوي إلى الصفر إذن ال-B وهذا هو ال-B الآن لمعرفة مساحة هذه المنطقة أولا نحل المعادلتين معادلت المستقيم الأول مع المستقيم الثاني يعني نضع 6 زائد X يساوي إلى سالب نصف X من هذه لو نقن المجاهين لطرف والمعالم لطرف X زائد نصف X يساوي إلى سالب 6 1 زائد نصف هي 1 ونصف يعني 3 على 2 X يساوي إلى سالب 6 الآن لنضرب مقلوبة ومنه X تساوي إلى سالب ننفيه 6 12 على 3 12 على 3 يعني ساوي إلى سالب 4 إذن A هات ما هو إلا سالب 4 وال-B هي 0 الآن نريد أن نحسب مساحة مستطيل العرض المستطيل هو DX أما طوله فأن نرسم مستقيم يوازي وله اتجاه يدخل المنطقة منحني الدخول واضح أنه هذه النقطة هذا المنحني ومنحني الخروج وهذا إذن منحني الخروج نائس الدخول الخروج هو من 6 زائد X نائس الدخول هو من نائس نصف X إذن هذا ونضربه بالعرض اللي هو DX إذن هذا هو مساحة المستطيل الآن لو أخذنا هذا المساحة وكاملنا فنحصل على مساحة المنطقة A1 إذن المنطقة A1 ما هي إلا من سالب 4 إلى 0 للمستطيل هو 6 زائد X نائس 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 نصف X BDX إذن لو حسبنا قيمة هذا التكامل فنحصل على المساحة الأولى نكرر الشيء نفسه لإيجاد مساحة المنطقة الثانية فلو جينا إلى المنطقة الثانية اللي هي A2 واضح أنه A معروفة بالنسبة للمنطقة الثانية A هي هذه اللي هو صفر أما B لو كان رسمي دقيقا لكان هذا هو B ولكن رسمي ليس بالرسم الدقيق ولذلك أحل المعادلتين حلا مشتركا ببساطة يمكن بالحل أحصل على ما يلي نضع معادلة المنحني الأول تساوي معادلة المنحني الثاني فأحصل على الشيء التالي إذن X تكعيب هذا منحن الأول يساوي 6 زائد X نقول للطرفتين نحصل على X تكعيب نائس X نائس 6 يساوي 0 واضح أنه معادلة من الدرجة الثالثة لو جربنا أن هذه المعادلة تقبل حلال لها X يساوي إلى 2 لعوضنا 2 للتكعيب هو 8 سالب 2 سالب 6 سالب 2 جمعهم هو 0 إذن فعلا إذن هذا والB يساوي إلى 2 عند إذن إذن الأي هي 0 والB هي 2 حتى نحسب مساحة مستطيل عرض المستطيل هو DX معروف عرض المستطيل هو DX بقي لطوله والخروج ناس الدخول قلنا نرسم مستقيم يوازي وله اتجاه المحور OY الدخول يتم من هذا المنحني اللي هو منحني X تكعيب والخروج من المستقيم اللي هو عبارة عن 6 زائد X إذن معناتها الخروج 6 زائد X ناس الدخول BDX إذن هذا المساحة المستطيل عند إذن مساحة المنطقة A2 هي عبارة عن التكامل من 0 إلى 2 للمستطيل اللي أمامه X 6 زائد X ناس X تكعيب BDX لو حسبنا قيمة هذا التكامل لحصلنا على المساحة المطلوبة الآن لو انتقلنا إلى هذه الصفحة لو وجدنا أنه A سالب 4 إلى 0 لست X سالب سالب نصف الآن بالمكاملة حصلنا على هذه وتساوي إلى 12 وحدة مساحة إذن هذه مساحة المنطقة الأولى مطالقة الثانية أنها هي حساب مساحة مستطيل من 0 إلى 2 لو حسبنا قيمة هذا التكامل لحصلنا على أن قيمة A2 هي 10 وحدة مساحة الآن نجمع A1 مع A2 حتى نحصى على المساحة الكلية والمجموع يسوي إلى 22 وحدة مساحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته